السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلية النار ده تتكلم عن تفسير ورؤية الصقر في المنام نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم تفسير رؤية الصقر يطير في الحلم يقول ابن سيرين ان اذا رأى الشخص الصقر يطير في السماء فهو رجل شجاع ذو شخصية عظيمة بينما رؤية صيد الصقر في المنام تدل على العزة والقرامة والانتصار على الاعداء اما اذا رأى الشخص في المنام انه يمسك بالصقر تدل على انجاب مولود زكر وصوف يكون له شخصية عظيمة بينما رؤية اطل الصقر او محاربته تدل على التخلص من الهموم والمتاعب والاحزام في حياته تفسير رؤية الصقر في المنام للعزباء يقول فقهاء تفسير الاحلام ان اذا رأى الفتاة في منامها الصقر دل ذلك على النجاح في تحقيق الكثير من الامنيات التي تريد تحقيقها وسوف تحصل على اعلى المراكز في دراستها بينما رؤية الصقر يقوم بابعاد التيور من المنزل في المنام تدل على التخلص من الهموم والمشاكل والمتاعب التي تعاني منها الفتاة في حياتها رؤية الصقر في المنام للفتاة هي بشرة صرة لها بالزواج من رجل زو اخلاق رفيع تفسير رؤية الصقر في المنام للمتزوجة رؤية الصقر في المنام للمرأة تدل على التخلص من الهموم والمتاعب والاحزام في حياتها رؤية الصقر في المنام للمرأة هي بشرة خير بالرزق الوفير والمال الكثير تفسير رؤية الصقر الاسود في المنام يقول فقهاء تفسير الاحلام الصقر الاسود يدل على الهموم والمتاعب والاحزام في الحياة الرأي بينما رؤية السقر الاسود ميت في المنام تدل على التخلص من الهموم والمشاكل والعيش في حياة هنيئة مليئة بالسعادة والمحبة والمودة تفسر حلم السقر الابيض في منام العزباء اشار ابن سيرين ان رؤية السقر الابيض يشير الى الحالة الصحية السيئة للرائية والله واحده اعلى واعلم من يشاهد في منامه السقور البيضاء في الحلم فسوف يحصل على مكان مرموقة في المستقبل القريب باذن الله اذا رأى الحلم مجموعة من السقور المحلقة في السماء في منامه فهذا الرؤية محمودة وتشير الى نيل الحرية تشير هذه الرؤية ايضا في منام الرائي انه سوف ينتصر على اعداء المتربسين خلال الفترة المقبلة بامر الله قال علماء التفسير ان مشاهدة السار الابيض في المنام الرائي يدل على فك حصار السجين باذن الله تعالى اما في حالة رؤية السار الابيض يطير في المنام فتلك الرؤية ترمز للحرية والقرامة الانسانية والله واحده اعلى واعلى تفس الحلم السقر يطير يرى ابن سيرين ان رؤية السقر يطير في المنام يدل على القوة والشجاعة التي يمتلكها الرائي والله اعلى واعلى اذا شهدت المرأة الحامل انها تمسك السقر في الحلم فهذا يعني انها سوف تلد مولود ذكر ذو شكل جميل رؤية نائم انه يقطل السقر في المنام هذه الرؤية غير محمودة وتشير الى زوال الهموم والاحزان التي يعاني منها في حالة كان الشخص يصطد السقر في منامه فهذه الرؤية ترمز الى الصفات الحميدة التي يتحل بها الرائي من رأى في منامه رؤية السقر فهذا يرمز الى الافراح والمناسبات السعيدة وسماع الاخبار الصر كما قد تضل تلك الرؤية في منام الرائي التغيرات الاجابية التي سوف تحدث لحياة الرائي باذن الله تعالى اما سيد السقر في المنام رؤية سيد السقر في المنام يعني ان الرائي سوف يحقق كفة اهداف والتي كان يسعى الى تحقيقها باذن الله تعالى ترمز هذه الرؤية ايضا في منام الرائي الى الحالم يفكر في اشياء كثيرة وصوف تتيسر اموره وتصلح احواله مشاهدة المطلقة شخص يحاول سيد السقر في منامها يدل على زواجها القريب من رجل صالح سوف يسعدها تدل رؤية سيد السقر في الحلم ان الرائي سوف تتغير حياته الى الافضل خلال الفترة القادمة باذن الله تعالى قد تدل تلك الرؤية ايضا في منام الحامل لقدوم الخير والرزق الواسع والمال الوفير لصاحب الرؤية والله وحده اعلى واعلم ديتك النهاية حلقة النهاردة عن تفسير ورؤية السقر في المنام اتمنى الحلقة نال اعجبكم اتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتظروني في حلقة قادمة من فصل حلمك مع ياسمين